اهلا اهلا شوك بشخباتكم حياكم حق حلقة يديدة من ايو ام تاك مع دلال محبوب موجودين معاكم مثل ما قلنا قبل سنعرفكم على كل تخصص موجود بايو ام مع طالبي ديد سنشرح لكم عن التخصص عن مجال التخصص الوظيفي وكل ما يشمله معنا ضيف اليوم اهلا اهلا عرفنا عن نفسك فهد بشير والنعم متخرج من تخصص تمويل مجستير بزنس ادمنستراشن مجستير من ايو ام بعد ايه مجستير من احنا نحن نسميهم الفاكيج الكامل عندنا اليوم انت تخصص فاينانس اشترح لهم على السريع شنو هو تخصص الفاينانس شنو هو التمويل والفرق بينه وبين المحاسبة نقدر نقول ان المحاسبة تقريبا هو تطبيق البيانات المالية اللي هي تبين البروفورمانس اللي حد تفكرة جدا و كثير الكاشي الذي يشعق الشركة و كثير الكاشي ما هو أصول مالة الشركة مثلاً نستطيع أن نقول أن هناك شركات تعمل بالعقار ما كثير العقارات عند الشركة؟ ما نعرف من البيانات المالية؟ من هذه البيانات المالية؟ من يسويها؟ يسويها لتخلصها محاسبة أوكي وهو يمع المعلومات هذه الـ data information يأخذهم و يسوي لها البيانات المالية التي بناءً عليها ممكن تستثمرون المستثمرين يستثمرون داخل الشركات الشركة يأخذ عليها قروض أي أن كان رليتة أي شيء فيه فلوس و هم يذكرونها بالشركة أوكي أمن؟ التمويل هم يقرون هذه البيانات و يحللونها لكن هل هذه دقيقة؟ هل على هذه الأصول التي لديهم تظهر لهم فلوس هل كثر؟ أم لا تظهر لهم؟ تغطي مثلاً ديونهم المستقبلية أم لا؟ ممكن بناءًا هذه تنبؤات تنبؤات المستقبل طبعاً تنبؤ عند الله ممكن بإمكانة تنبؤات 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 المستقبل مثلاً الشركة ستقوم بإمكانها مستقبلياً لأن طلبة الثنوين يختارهم تخصص و هم يختارون تخصصات الإدارة الأعمال حلو شون مثلا يعني على أي أساس الطالب مثلا يروح يختار تمويل حلو نقدر نقول التمويل يعني اللي بيختار تخصص تمويل لازم يكون حاب موضوع الأرقام أما الأكاونتنج الثانهم لازم يكونوا حابين موضوع الأرقام لأن كل شغلهم أرقام أرقام قوانين يمشون عليها أشياء مثلا يعني شغلي أنا كل قوانين القوانين هذه هي تبني توقعاتي ولا أي شيء سيحدث في المستقبل الحين حق الطلبة إن شاء الله بإذن الله يختارون تخصص تمويل شون المواد اللي رح تواجههم خلال الأربع سنين تقدر نقول أول شيء بالبداية رح تكون على كل البزنس كل قطاع البزنس رح يعطونا يعني إدارة العمال مجملة مثلا الـ HR الـ 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 وعندما يذهبون إلى المستقبل نقول الـ بعد المواد المشتركة سيصبح الـ كل التمويل فالتمويل سيكون أقلبه كله توقعات ومشهر أنه يبني توقعات هذه وعلى أي أساس يأخذها الـ تكلم الآن على موضوع الوظيفة؟ أولئة أنت أين تعمل؟ الآن نعمل بنك بوبين بنك بوبين ممتعاً. ما ستصل لك بنك بوبين؟ بنك بوبين من 2016 و ما هي طبيعة عملك بلنك؟ نعم بتمويل الشركات طبيعة عملي منذ نفسي تخصصي نستطيع نخيل compar eso ما نستطيع بحيات الشركات أو بيانات المالية تطبيق بلنك بحيات المالية سوف نستطيع إمكانية البينك هل نستطيع تمويل أو نستطيع تمويل حسناً، تخصص التمويل، سوق العمل، تخصص التخصص، ما هو؟ فرص الوظيفة لدينا تخصص التمويل؟ أرى تخصصات الوظيفة مجملة، فرصهم تشابها تقريباً لأننا الآن لدينا الكثير من الناس يمكن أن يتخرج التمويل ولكن لا يتوظف التمويل فرصهم تخصص التمويل ولكن كالفرص، أغلب البنوك يتخصص التمويل لأنه يعرف الأفرص ويعرف التمويل والفرص يمكن أن يحلل الميزانيات ويمكن أن يقوم بعمل الميزانيات كيف تكتب توصف اهتمام أي ام حق الخريجين؟ من هذه الناحية، نستطيع أن نقول أنه ممتاز جداً قبل أن أخرج، كان هناك إعلانات الميزانيات 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 كنت أسأل أن هذا ما كان لديه أسبوع، فقط أخرج وأخرج أولاً، فقالوا لي، أول شرط هو أنك موظف قلت له أنك موظف، قلت له أنك موظف قلت له، قلت له أنه يمكن أن أصل إلى هذا الميزانيات قلت له، قدم وراغك، ونحن ندور لك الوظيفة قلت له، لم تخرج؟ أول ما تخرج، رفع على التريفون، أنت خلاص، نستطيع أن نقوم بعمل الميزانيات لكنني أخبرت لك الوظيفة بعدها بيوم، قمت بعمل التريفوني، واحد من البنوك عليك على أساس أنه لا يفعل معك مقابلة ما هو فيك المحابة توجهها حق طلبة؟ إن شاء الله لهمنياً يختارون تخصص تمويل بأيوام؟ سنحن نحن نحن نقوم بأيوام، ألا، لأن الجامعة يجب أن تدفع الجامعة إن شاء الله لهم كل شيء الجامعة تحترم معتمدة تقريباً حوالي العالم وقد تأخذ اعترافات جيدة فالفرصة التي أردتها، أريد أن يطوفها سأعطيك العافية، الله قصر، يحب أن أتقصري سأعطيك العافية على المعلومات أتمنى أنكم أن تستفدتم من حلقة اليوم وإن شاء الله أراكم مرة إلى حلقة جديدة، مع ضيف يديد، تخصص يديد اشتركوا في القناة